تعد سفير علاقات المصرية الفرنسية المتنامية والمتصاعدة والمتطابقة أدت إلى هذا التفاهم فيما يخص القضايا الأفريقية ومن ثم دعوة الدولة الفرنسية إلى القادة الأفريقى للخدوم إلى باريس لمنقشة هذه القضايا المتعلقة بتابعات كوفيد-19 وكيفية دعم الاقتصادات الأفريقية في ظل هذه الجائحة كيف ترى هذه الرؤية الفرنسية وكيف تم التعامل معها مصريا داخل قرأ أفريقيا القمتين القادمين ليهم بعد أفريقيا قمة الأولى خاصة بسودان وقمة ثانية خاصة بتمويل الاقتصادات الأفريقية هنبدأ بالقمة الثانية كما حدقت تفضلت هو الآن هو مضوع سعة الوباء الكورونا والكوفيد أو تعافي مرحلة ما بعد الانتهاء هذه الجائحة والتعافي منها هو أعتقد هيكون عنوان المرحلة القادمة وأعتقد المجتمع الدولي كله هيركز على كيفية التصدي أو التعامل مع أصار السلبية التي لحقت باقتصادات الدول المختلفة نحن نتكلم على خسائر باهزة لحقت بالاقتصادات العالمية المنطقة الأفريقية كذلك تعرضت لأزمات كثيرة خاصة الدول المنغلقة الدول الحبيثة التي ليس لها سواحل هذه الدول تأثرت كثيرا لحرقة بضائع توقفت إليها ومنها فبالتالي أقصادات الدول الأفريقية شهدت تراجعا كبيرا ولذلك هذه القمة تأتي في وقت حام للغاية يبدأ فيه المجتمع الدولي التعامل مع مرحلة ما بعد الجائحة وإيجاد سبل لتوفير التمويل اللازم للإقصاديات الأفريقية من أجل مساعدتها على تخطي هذه المرحلة الصعبة ذلك من خلال أدة وسائل سواء من خلال أفكار جديدة من خارج الصندوق كما يوكلون أفكار يتم طرحها من خلال صندوق النقد الدولي أفكار يتم طرحها من خلال مساعدة القطاع الخاص مساعدة ريادة الأعمال التركيز على مشروعات البنية التحتية وربما الإعلان الذي سيصدر عن القمة سيتناول أهمية توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية وده يؤكد من جديد بعض نظر القيادة السياسية في مصر إذن التركيز على هذه المشروعات الهامة التي تعمل على تحفيز الإقتصاد وتحريك الإقتصاد هذه موضوعات في غاية الأهمية والمجتمع الدولي بدأ يركز على هذه المشروعات إنها مشروعات تعمل على توفير فرص عامل كثير للدولة وتحريك العجلة الإقتصادية فهذه كلها أفكار مطروحة خلال القمة وسيصدر عنها إعلان نهائي هل من المتوقع أن يكون من ضمن مخرجات هذه القمة أرقام على الأرض أم هي عبارات أخلاقية لدعم معنوي وفاق؟ نحن أحرص دائما على أن نكون مشاركتنا في حالية القمام أن يكون المخرجات دائما بها أرقام ملموسة ومجرد ليست كلام مرسل ولكن هناك أفكار بتواريخ بالتزامات محددة هذا ما نسعى إليه دائما والمفاوضات حول الإعلان ما زالت جارية ونسعى بشكل قوي إلى التركيز على أهمية إطراج أرقام واضحة بالتزامات من جانب الدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية على تخطي هذه المرحلة الشركاء أفريقيا لفرنسا بدأت دعوهم من بعض الأوروبية أو بعض المنظومات الدولية حدثنا عن أهم الدول المشاركة في القمة الأفريقية هنا في فرنسا هناك مشاركة كبيرة من جانب الدول الأفريقية عدد كبير من الدول الأفريقية أكد حضوره وكذلك من الدول الأوروبية في عدد من رؤساء الدول والحكومات الأوروبيين حضرين هذه القمة وبالإضافة إلى مشاركة افتراضية من الدول الكبرى الأخرى كالولايات المتحدة كالصين اليابان الهند هناك مشاركة افتراضية لهم لكن واضح اهتمام الدول الأوروبية وهتوجدها ومشاركتها بشكل نشط في المفاوضات حول الإعلام